عدنا عليكم من جديد مشاهدينا وساعتنا الأخيرة من صباح نور طبعا اليوم عنا خبر جديد كما هكذا دائما نحاول نجيبه لكم أخبار والرحلات أو السفر إلى المريخ قد يكون متاحا في السنوات القادمة هذا ما كشف عنه هيلون ماسك ساحب شركة سبيس اكس وبعد إطلاق أول رحلة تجارية من شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية مع رواد وكيلة نازا تعتزم شركة تطوير الجيل القادم من المركبة الفضائية ستارشيب لمساعدة البشرية على الوصول إلى المريخ المركبة الفضائية التي تم الكشف عنها لأول مرة في سبتمبر الماضي وهي مصممة لنقل رواد الفضاء والبضاء إلى القمر أو المريخ أو أي مكان آخر في النظام الشمسي وكما ذكر ماسك أنه من المأمول أن يتمكن فريق سبيس اكس من تطوير مركبة الطيران الفضائي حتى تصبح قابلة لعادة الاستخدام بنفس الطريقة التي نوعيد بها استخدام الطائرات باستمرار ومع ذلك أيضا ستختلف هذه الرحلات من حيث أنها ستهبط مرة أخرى على الأرض بشكل عمودي بدلا من الشكل الأفقي كما اعتدنا عليه وتعتبر خطة ماسك طموحة للغاية حيث يسعى لبناء مستعمرة على كوكب المريخ متوقعا أن يكون أول صاروخ يأخذ الناس إلى هناك في عام 2025 وطبعا منذ ذلك الحين غرد أنه يعتقد أنه بيمكنه إنشاء مدينة مكتفئ ذاتيا على هذا الكوكب بحلول 2050 إذا بدأنا بعد خمسة سنوات وفق تعبيره ووفقا أيضا لخطة نشرها قبل أربع سنوات فإن مهمة استعمار المريخ ستأتي على مرحلتين في عام 2022 سيهبت صاروخان من طراز ستارشف بدون رواد على كوكب المريخ فقط يحتويين على طائرات بدون طيار وروبوتات قادرة على تأكيد ما إذا كانت هناك موارد بنائية على الكوكب الأحمر بعد ذلك في عام 2024 سيهبت صاروخان آخران من سفينة الفضاء على كوكب المريخ مع أول رواد للفضاء قد يكونوا على سطح المريخ وأيضا يتم العمل على عودة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 فبعد نجاح نازا وسبايسكس في مهمة شهر مايو الماضي يخطط برنامج آرتيميس لتطير أول إمرأة إلى القمر وسينظر إليه على أنه نقطة انطلاق في الرحلة إلى المريخ يعني حلم رياضة الفضاء والسفر إلى ما كنا نراه فقط بعيوننا ولا نصدق أنه حتى موجود كأنه بات قريب وأصبح ممكن تحقيق الحلم إذا مشوا بجدوى الزمن اللي تكلمنا عنه وحتى بات قريب أنه نعود مرة أخرى إلى القمر نتحط على عودة إلى القمر طبعا نتذكروا أنه المشهد المشهور والصورة الشهيرة طبعا اللي فيه أيضا جدل هل هي صحيحة أم خاطئة ولكن سنكتشف ما إذا كان أنه هل ستنجح فعلا أن الرحلة إلى المريخ والقمر برشا ناس اعتبروا أنه ما يقوله إيلون ماسك هو طموح للغاية وأنه قد يكون صعب تنفيذه وحتى أنه أيضا الناس حاليا وخاصة هذا العام يمكن هو يكون شخصية العام من خلال هالإنجازات اللي يكشف عنها يوميا ولكن نعرف أنه الناس أكثر الآن مركزة كل اهتمامها في الكورونا والبحث على اللقاح قبل أن نبحث على مكان آخر نعيش فيه خارج كوكبلا صح ولكن دائما أمثاله كانوا يقابلوا بالتشكيك وبنعم الريبة طول الأزمان ولو كان أي واحد تقابل بنعم التشكيك أو الريبة اللي بيعملوه ما كان وصلنا لشيء فالأطباء يستمروا في البحث عن اللقاح وأدوية وهو يعمل في عمل وأدوية المهم إن شاء الله إذا أفهم رحلة المريخة عام 2025 أنا ندعوك لي على مين التكاليف أهم حاجة التكاليف مش مشكلة علينا وفقت حيكون الحظرة ترفع وقتها إن شاء الله